بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده لولادنا للمدارس تمام هنعمل مع بعض كيكة الفراولة للمدرسة بدلا ما يشتروا حاجات من بره فنعمل لهم الحاجة في البيت بياخدوها وعمل المدرسة ايه بقى المكونات بتاع كيكة الفراولة دي هنعملها ازاي انا كنت قبل كده عاملاها قاب كيك وجربتها وطلعت ممتازة جدا وتحفة ف verrجي انا اعمل بها فيديو مش بعمل اي فيديو هنا على قناة غير اللي مكون مجربة وعرفة نتيجة منها 100% خلاص ان شاء الله نتيجة تطلع من معاكم الممتازة و المؤذير مظبوطة جدا و طعمها طحفة معي هنا كوبايتين و نص دقيق منخول كويس جدا عليه باكو بيكينج بودر ورشة ملح و معي كوباية لبن 4 بضاق كوباية تزيت كوباية و ربع سكر و هنا حستعمل هنا مربع احط في الخلطة مربة فراولة. لو انتو حابين تستغنوا عنها يبقى السكر هيبقى آآ كوباية ونص. تمام? انا عشان عاملة حساب ان الفراولة طبعا بتبقى فيها سكر. آآ فما حبيتش ان هي تبقى سكرها عالي قوي. فقللت السكر آآ ربع كوباية. يعني هي المقاذير دي بتاخد كوباية ونص سكر. بس عشان حطة زي ما قلتلكم المربة فقللت ربع كوباية سكر. لو انتو حتشلوها هيبقى كوباية ونص. خلاص. ومعايا آآ رشة ملح وكمان معايا فانيليا ومعايا ده. ده انا كنت قبل كده موراهولكو. في فيديو المشتريات ان انا كنت عاملها عندي على القناة. آآ دي آآ ريحة آآ الفراولة. تمام? انا كنت هي آآ ريحة طهي مكتوب عليها كده. انا كنت جايبها من فتحالة دي كتبع عشرة جنيه. خلاص. عملت بيها مرة واحدة. وكتفضيعة. والكيكا كتتطعمها حلوة جدا. ورحتها فعلا فراولة. ولو مش لازم يعني اتجيبها من فتحالة. هتلاقي الحاجات دي متوفرها. فعند اي حد بيبيع خميات الحلواني. خلاص. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي ونشوف هنعمل كيك ازاي. بسم الله اول حاجة هبتدي اعملها. ان انا هجيبت دقيق كده. يا رب بس يكون باين الحاجة. اهو. وهحط عليه باكل بيكينج بودر كله. تمام هحط رشة الملح. خلاص. يبقى عندنا كبايتين ونص دقيقة عليهم آآ باكو بيكينج بودر ورشة ملح. تمام? خلاص كده كله تمام. نقلب كويس جدا جدا. عشان بيكينج بودر يختلط كويس بالآآ بالدقيق. خلاص? كده خلصت دقيق حركينه بقى على دم. وهجيب البولة اللي حبتدي ان انا اشتغل فيها. اهي هحط الاربع بضبط. على فكرة انا نسيت حاجة مهمة جدا في المقادير اللي نستحطتها. هي الخل. نحط معلقة كبيرة. خلاص ده ضروري جدا في الكيكا. نحط معلقة كبيرة كده. تمام? هنحط كمان الفانيليا. هبتدي اضرب البيض والخطوة دي ممكن نعملها في الخلاط اضرب البيض والبط بالفانيلي. دربت البيت قوامه و لونه تغير نضيف السكر بشوية و لنضيف السكر و نضيف السكر خلاصة هو خلصت ضرب السكر حفزي بقى ان انا احط الزيت وبرده هحطه شوية بشوية تمام? انا احطي المن احطي المن اضع الريحة او طعم الفراولة اضع منها تحفة اضع منها معلقة كبيرة اضعها جميلة جدا بالنسبة لفراولة اضع لكم في الخطوة اضع معلقة في الفراولة اضع معلقة في الفراولة فنزل تحت في القاعة اضع الفراولة اضعها على الخليط اضعها لكي اضعني طعم الفراولة اضعها معلقتين كبار اضعها 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 مراتين او ثلاثة اضعها 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 اشتركوا في القناة نحاول ان احنا ونضربش كتير عشان ما نطلعش الهور احنا دخلنا في القناة تمام؟ نجد بقى المعلقة ونساوي كده نعطيها برضو تقديب علشان كل ده ينزل برضو بالراحة هيا طبعا لونها هيبقى غامل شوية عشان اللون اللي احنا حطناها طعم الفراولة ده وكمان مربط الفراولة بس صرحتها تحفى تمام؟ نروح بقى اجيب الاوالب ونجي نحطها مع بعض هذه الاوالب هيل اللي انا قلت لكم عليها انا كنت برضو موريها لكم قبل كتب في فيديو المشتريات بتاعي اللي على القناة هنحط بقى هنا الكيب ونجيها الولاد بدل ما يشتروا حاجات من برا اه كمان دي حجمها كويس بالنسبة ليهم كوجبة يعني بدل الكاب كيك هيبقى صغيرة قوي فبدل ما نجيهم اتنين كاب كيك فنعملهم في دي خلاص انا عملته معاملة الصينية عادي وحطيت فيه اه يعني جبت منجيل وحطيت في زيت ومسحت خلاص هبتدي بقى ان انا احط الكيك ما نملهاش عالاخر يعني نصفها خلاص او تلتينها لازم نخلي فيه مسافة علشان الكيك ياخد راحته ويعلب راحته قلق المفتول فراولة كيك يضحيه اتعلم فراولة والله هي اخيدها جميلة جدا شوية طبعا انا اول ما بتديت الوصفة انا ولعت الفرن زي ما بقولوكو عالطول في اي كيك اول ما بتدي اشتغل في الكيك بالطول بولع الفرن وسخم تمام خلاص عملولي اهو ستة اوالب حجمهم حلو جدا تمام هحطوهم بقى في صنية مش هدخلهم الفرن كده هحطوهم في صواجة عندي تمام هتخلهم الفرن زي ما هم كده لحد ما يستوي وش هفتح عليهم هتعامل معهم عادي جدا كأنني بعمل صنية كيك عادي جدا لحد ما يستوي على درجة حرارة مية وتمانين الناس اللي عندهم مش درجة حرارة في البتجاز يبقى على درجة حرارة متوسطة لحد ما يستوي تمام وعندما يخلصوا ان شاء الله حورها لكم بسم الله الرحمن الرحيم خلاص اهو اولب الكيكل بالفراولة طلعت معايا من الفرن زي ما تشايفين هايلة جدا جدا جميلة قوي وهي بيبقى لونها غمق كده بس ده مش عيب فيها ولا انا عطتها درجة حرارة اعلى وسبتها في الفرن اكتر من اللازم لا هو عشان بس الفراولة اللي احنا حطناها واللون كمان اللش�� هي لونها غمق شوية بس هي طحفة انا سيبتها ترتاح لangi ملسك ب mockucs شايفين هشة جميلة جدا ورحتها بجد طحفة وانا طبعا منجربت طعم الطعم جميل جدا أبل كده انا للKeepnها قبل كده اه دي كيكة الفراولة كيكة المدارس وبال Öyle من عشان جميل cinete 26 خلاص لو انتو عايزين فى صانية الكمية دي كلها بتمتعمل في صنية 26 وعشرين. خلاص. آآ دي كانت الوصفة. يا رب بقى تجربوها وتعجبكو. عملوا حاجات للولاد في البيت. بدل مشتروا الحاجة من بره غالية مكلفة. ومش مضمونة. انما حاجتنا في البيت مضمونة طبعا. آآ ونضيفة وبأدينا. وعارفين احنا عاملين ايه? مستخدمين ادوات ازاي? والخمات وكل حاجة ضمنينها ان شاء الله. جربوها وقل لي ايه رأيكم? اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السليم.